إذن دعوني أرحب بخبير وضيف كبير عزيز صديق دكتور محمد الجندي خبير أمن المعلومات أهلا بك يا دكتور أهلا 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 مش شايف إيجابيات اللي بيقدمها الاقتصاد الرقمي على هذا النحو المشرق المتفائل اللي التقرير بيعرضه بما فيه إنه هيزود التشغيل وفيه يعني لكن قبل مسألك عن هذه النقطة تحديدا محتاج أسأل عن اقتصاد رقمي إزاي نبنيه وكلمه في البنك ده وكلمه على المنطقة وبتاع بينما السيستم واقع بينما وضع التعليم مش عارفة توصل السيستم لعشرين في المئة من طلابها في المتحاد يعني هداك فتحت ملف يعني زو حيثيات كبيرة شوف يا فندم الاقتصاد الرقمي جزء منه السيستم ده جزء من الموضوع إحنا لو بنتكلم على المعايير اللي المطلوبة عشان يبقى عندنا اقتصاد رقمي محتاج يبقى عندنا بنية تحتية أولية زي مثلا طرق وكبار ومواني وحاجات دي كلها محتاجة يبقى موجودة ودي الدولة بتقطع فيها شوط الاقتصاد رقمي؟ آه طبعا نعمل إيه طبعا حضرتك هتشحن إزاي بضايع حركة تستدور إزاي هتصدر إزاي الكلام ده كله فأنت عندك ما يسمى بالبنية الأولية وبعدين بعد كده في حاجة اسمها البنية الأساسية المعلوماتية اللي هي بيسموها البنية التحتية المعلوماتية الإنفراستركشور اللي هي عبارة إيه بقى الشبكات وسائل الاتصالات التكنولوجيا بتاعة التواصل الخاصة بشبكات المحمول وخلافه كل الكلام ده لازم يبقى ليه مقياس عالمي أصلا تمام؟ بعد كده بنروح لإيه بقى حاجة اسمها الأطر التنظيمية ودي حاجة مهمة جدا أنا ممكن أعمل سيستم كويس جدا ممكن أعمل تكنولوجيا بس أنا القوانين ما بتخدمش علي والأطر التنظيمية بتخدمش علي فبص ألاقي نفس العمالة حارب طوحين الهواء وغير كده لما يجي مستثمر يعمل عندي حاجة هنا في التكنولوجيا تلاقي بيعاني الأمرين معي في الطوحين الحاجة التانية التكنولوجيا بقى نفسها هل أنا عندي ناس قادرة على صناعة التكنولوجيا نفسها؟ طيب نيجي بقى للجزء الأخير بقى اللي هون بيسموه إيه البناء أدمين بقى هل أنا عندي بناء أدمين أصلا قادرين على التعامل مع التكنولوجيا اللي هتتعمل دي كلها العناصر بتاعة الاقتصاد الرقمي حاجة قولي بقى إيه اللي موجود منها في التجربة بتاعة السيستم اللي كل شواء بيقعدة بأمانة يعني إيه اللي موجود منها ولا أي حاجة ولا أي حاجة يعني وبعدين ما فيش حد في الدنيا بيجي يعمل تجربة في تكنولوجيا المعلومات وأنا بقول لها لك يعني أنا رجل دي شغليتي أصلا وزي ما بقول لساعدتك مفيش حد بيعمل تجربة في التكنولوجيا ويعممها على مستوى واسع المدى بدون ما يعمل لها تجربة وفي حاجة اسمها ستيجينج وحاجة اسمها تيستينج في مراحل نبدأ بابرس عيد ولا أول بطاقة زكية بابرس عيد ما هو على فكرة أنا عايز أقول لها لك على حاجة على فكرة دي حاجة كويسة أننا نبدأ في دايرة مغلقة واجرب واشوف البيئة دي هي المشاكل اللي فيها بالرغم أنها مش متطفق مع بابرس عيد أصلا كبيئة ليه لأنه يعني اللي فيها عوامل كتير مش دا الموضوع الأساسي يعني لكن فكرة في الأول في الآخر كان بيئة مش معناها أنها مصر كلها يعني لا مش مصر كلها هي مش نموذج لكل الجرافة المصري بالزبط 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 دا اللي كنت عايز أقوله لكن أنا لازم أجرب على مستوى ديق شوية وبعدين أبدأ أوسع في الدائرة ولازم أجرب المشاكل وتست واشوف إيه المشاكل وبعدين أصلاحها وبعدين أشوف إيه الموضوع هي لما أوسع الدنيا الدنيا هتبقى عاملة ازاي تبقى البنية التحتية هتسمح لي طبق قوانين أصلا وحاجات بتنظم الموضوع ده هل هي أصلا معايا في الخط ولا أنا ماشي فوادي والقوانين ماشي فوادي والاقتصاد الرقمي هل هو موجود يعني يشغل مساحة من اهتمام الدولة آه طبعا أكيد وإلا ما كناش يعني فيه توجه من الدولة للتحول الرقمي لأنه التحول الرقمي جزء منه كبير جدا هو مبني على فكرة أنه لازم يكون عندك اقتصاد عشان أقدر تحول رقميا لو أنا عندي مثلا مجموعة من الخدمات اللي ممكن الدولة تحولها إلى خدمات رقمية ممكن يعني بقى فيها دخل للدولة وفي نفس الوقت الناس اللي بتستخدم الأنظمات الإلكترونية ممكن هي كمان تعمل بيزنس على المنصات الإلكترونية البيزنس التقليدي كان أماكن ومحلات لما حاجة تيجي تكون على اقتصاد رقم يتكلم على مواقع الإنترنت يتكلم على شبكات على تواصل على حاجات زي دي فأنت في الأول في الآخر لازم يكون عندك كلها منظومة بتخدم على بعضها بس في الأول وفي الآخر تبقى كمان شونا في التقرير برضو إحنا عندنا مشكلة في الثقافة ومشكلة في الثقة ومشكلة في ترانسفيرنسي مشكلة الشفافية في فكرة المعلومات الحقيقية الموجودة فيما يتعلق بملف التحول الرقمي ليه بقى؟ لأنه كتير جدا من الناس تتكلم إنه عملنا كذا للتحول الرقمي تيجي حالك تدرس بقى التجربة دي كده من أولا لأخيرها هو أنا عايزة أشوف فين التحول الرقمي أصل يعني لما حالك تقولي مثلا إن أنا أعمل تحول رقمي عشان أروح أخد خدمة من الحكومة مثلا فيقول لك تحجز أونلاين وبعدين تروح تعمل الخدمة في المكان فين التحول هنا؟ لو تملى الاستنارة وكل حاجة تحول رقمي بس لازم تروح تطبخها وتختمها هناك فين التحول الرقمي؟ عشان تدفع المياه داك برضو يعني بغض النظر عن ده كمان ده موضوع تاني لا نمكلم عن المياه الرسمي بس في الأول وفي الأخير أنا يقول لحاك فين التحول الرقمي في ده؟ مفيش فأنا في الأول وفي الأخير التحول الرقمي ده ملف كبير يعني حالك بتقول لتحول الرقمي إن أنا أطباحها بقى عندي آه طبعا ووقعها إلكترونيا والراجل المفروض يوقعها ده المفروض أنا بعتها على السيستم وهو عنده جزء من السيستم يوقعها لي إلكترونيا ويرجعها لي تاني على السيستم خلاص الموضوع انتهى يعني زي فكرة الإيميل بالظبط أبعد حقاك إيميل عجب تبعتلي الإيميل فأنا بالنسبة لي الإيميل ده بتاع حضرتك فموصوق بالنسبة لي هو ده اسمه تحول رقمي إنما لما أنا أطبع ورقة أو روح لك بي عشان تختمها لي وبعدين بعد كده توقفني طبور وبعدين بعد كده تخد مني فلوس كاش لا ده مش تحول رقمي خالص يعني طيب لمناسبة الاقتصاد الرقمي هو للدرجات دي تويتر يتبع بـ 44 مليار دولار زي ما إيلون ماسك هو القرار الأخير بتاعه إنه بيعلق ده هات ما يشوف الحسابات الوهمية دي ده هاي إيه دلالته هو إيلون ماسك واحد من الناس خليني أقول لحاك إن إحنا عايشين في حقبة حقبة الاقتصاد الرقمي إحنا عايشين هديت أنا بسميها حقبة الرأسمالية الجديدة المجنونة الحقيقة آه الرأسمالية المجنونة الجديدة تمام والرأسمالية الجديدة كلها معتمدة على البيانات والمعلومات فلما يكون عندي حد بيتحكم في حجب كبير جدا من المعلومات هو كلامي يتلك صورة إيه المعلومات إيه المعلومات واحد زي إيلون ماسك لما يقرروا إن اشتلي منصة زي تويتر بـ 44 مليار بغض النظر عنه زي ما حاك قلت هو طلع قرار على تويتر طلع تويتر على تويتر ودعته على فكرة يعني طلع تويتر على تويتر قال لك إن أنا إيه هأجل الموضوع شوال حد ما شوف موضوع الحسابات المزيفة وبعدين بعديها بساعتين رح عامل ريبلاي على تويت تاني ورح عامل إيه بس أنا ما خرجتش بره الصفقة هو كان بيعمل إيه هو بيعمل هزة في الأسهم بتاعة الشركة لأنه في الأو في الآخر قد يكون هو مش عايز يدفع الـ 44 وبعدين هو أصلا على فكرة معه استثمارين تانيين مش هو واحده مش هو اللي يدفع الـ 44 مليار فهو في الأو في الآخر بيلعب السوق فده فكر إيلون موسك ويمكن كان بيعمل كده حتى كمان مع العملات المشفرة البيتكوين وغيرها يطلع لك تويتر فيقول لك مثلا إيه إن تسلا الشركة بتاعته هتقبل دفع مثلا بالبيتكوين وفي نفس الوقت إحنا عندنا الرزيرف من البيتكوين فتلاقي الناس كلها إيه ده تسلا بتعمل البيتكوين كل الناس روح تشتري بيتكوين فقال لي حصل سعرها ارتفع بعدها بشوية لأ عمل لك إيه بس أصل البيتكوين دي مشكلة بتعمل أزمة في البيئة بتاعت العالم والاحتباس الحراري والبتاع عشان إيه فكرة التلوث اللي بتعمله المعدات بتاعت الماينينج وفكرة التعدين العملة نفسها والحرارة والمبعث الحراري فبصت لها الناس تقول لك إيه إيلون موسك شاكله كده هيغار رأيه في موضوع البيتكوين فهو يعني شاطر في اللعب بالمنصة بتاعت تويتر في مصلحته فهو علشان كده هو كده يقعد بالشرط وبيعمل ده أه 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 ولا مجموعة بتفكر لا 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 إيلون موسك شخصية مش عادية إيلون موسك عبقري يعني وأنا يمكن من الشخصات اللي أنا هعمل عليها حلقات يعني إيلون موسك ده شخصية عبقرية بعدين في الأول في الآخر هو عنده فلوس كتير جدا وبعدين فكره زي ما قلت لحضرتك هو واحد من الكابتاليست واحد من يعني اللي بيلعبه في الرأس المالية الجديدة وهو أغنى رجل في العالم زي ما حالك تعلم فهو عنده شركات كتير جدا منها شركات حتى في فكره أنه هو عايز يوزع الإنترنت على مستوى العالم واخد بال حضرتك فلما الإنترنت يبقى متوزع على مستوى العالم ده يؤدي إلى هشاشة الدول اللا مركزية الدولة هتتأثر واخد بال حضرتك مزيد من السيطرة للاقتصاد العالمي اللي هو أصلا الرأس المالية الجديدة وبالتالي أنا قادر على أن أنا مرر لك اللي أنا عايزه عشان كده يطلع يقولك إيه هو بفكرني بالشرير اللي في أفلام جيمس بوند أو في أفلام باتمان اللي بعايز يهدم العالم ويبقى البطل طول الفيلم عايز ينقذنا منه يعني قبل ما يعملوا الزرار كده هو شخصية يعني كثيرة الجدل وبعدين حتى كمان لما أقرر أن أشتري تويتر قال لك أنا هرجع الحساب بتاع ترامب بتائني فهو يعني خليني أسأل حضرتك برضو منين الفلوس منين الفلوس منين تستاهل 4 و 4 مليار عشان الداتا عشان المعلومات اللي موجودة حضرتك عندك تويتر ده حضرتك إحنا نسيين بس أن تويتر ده كان أهم الفاعلين فيما سمي بصورات الرباية العربي وليس الفيسبوك ده سيطرة والسيطرة تساوي فلوس دلوقتي معلومات سيطرة فلوس لأننا احنا اتفقنا أنها رأس مالية جديدة معتمدة على المعلومات كل ما يبقى عندي معلومات أقدر أتحكم بمن يستخدمون هؤلاء لهذه المعلومات فأنا قادر على أن أطلع منها رأس مالية واخد بالحاجة ضيف على ذلك بقى أن تويتر ده كل مؤثرين في الرأي على تويتر كل الخبراء اللي هم يعني العباقرة على تويتر كل السياسيين على تويتر يتواروا ده يجيبوا ده فلوس إزاي؟ إعلانات أنا ليه ألي وفيري أعلانات على تويتر لا لا وفيري أعلانات على تويتر آه طبعا أليه أعلانات كثير ده ما حاجة تيجي على حسابات إعلانية بتلاقي على بتاعها التويتر نفسه بتلاقي في حاجات كده مكتوب إيه بروموتد بروموتد دي مدفوع فيها فلوس ده غير أن فيه شركات أصلا بتعمل نوع من أنواع الإعلانات التارجت حسب اهتمامات الناس اللي موجودة على المنصة فهو منصة يعني عارف حضرتك ليها طبيعة خاصة في طبيعة المعلومات اللي موجودة عليها وطبيعة الأشخاص اللي بيستخدموها مش موجودين على فيسبوك بالمناسبة مش موجودين على تيك توك مش موجودين على إنستجرام هو بيتمتع بنخبة يعني ساميهم كده نخبة النخبة موجودين على تويتر فأنا أتخيل حضرتك لو أنت ما كانوا معاك الفلوس دي أو معاك شوات مستثمرين ممكن يدعمه فكرة أنك تشتري منصة بهذه القوة. وبهذا النفوذ واحد زي ترامب يشوف كان عامل في العالم بالتويتات كان عامل يطلعها على هذه المنصة. فلما واحد يقرر أنه يتحكم في العالم كله بهذه المنصة. ما تفعش فيها 40 مليار؟ طب وبيعنا ليه بـ 40 مليار؟ تكونت متحكم في العالم كله ومعاين الفنوس دي. يبيعها ليه؟ آه أنا المالك بقت الحالي. آه الشركة نفسها آه لا ما هو في شركة دي بقت في البورصة ففيه أسهم للشركة موجودة في البورصة فمش بي يعني مش شخص واحد هو اللي بيمتلك الشركة. فهو في الأول وفي الآخر تويتر كان دايماً إيلون موسك بيتكلم أنه تويتر مشكلته أنه لازم يبقى شركة خاصة. يعني هو لازم يبقى فيه شخص أو اتنين هما اللي بيتحكموا في الشركة لك فكرة أنها تطرح في البورصة وتبقى أسهم وناس تضارب ومش عارف إيه. لا هو المفروض أن الشركة دي تبقى برايفت كومبني عشان يبقى إيه فيها تطور وفيها كذا وكذا. فدي توجه لإيلون موسك. لكن هو في الأول وفي الآخر الشركة كانت في البورصة. وده يقدر يعمل ده يقدر يحاول شركة في البورصة إلى شركة خاصة؟ آه هو يقدر يعمل كده طبعاً لو اشترى كل الأسهم. أو اشترى معظم الأسهم طبعاً يقدر يحولها لكده. وبعدين هو أصلاً تويتر بيكسب فلوس كتير على الفكرة. يعني حاج لو بصيت على السنة تويتر بيعمل آخر كان واحد واثنين من عشرة مليار دولار السنة اللي فات دي لحد نهاية عشرين وواد وعشرين فحاج بتكلم في فلوس مش قليلة. يعني السنة واحد واثنين من عشرة مليار يعني. إيه الخدمة اللي بيقدمها؟ مجرد بس المنصة دي؟ آه المنصة اللي عنده دي بالزبط. ومكاتب وشركات وموظفين بروحوا الصبح وبتاع عشانهم المنصة دي. بس خد بال حضرتك وفيه خدمات تاني مش متشافة. آه. يعني مسلا زي ايه يدي لحضرتك؟ فيه معظم الشركات بتاعة التكنولوجيا فيه جانب منها متشاف وفيه جانب منها مش متشاف. الجانب اللي مش متشاف زي ايه؟ أنا عندي في كل يعني بلاتفورم أو منصة إلكترونية فيه وراء كده حاجات احنا بنسميها ايه للمطورين. ممكن المطورين يطواروا برامج تتعامل مع تويتر. لما حالك بتيجي مسلا تدي الحاجة أبسطها خلاص عشان للسادة المشاهدين عشان أنا. وانت فيكرة كان عارب عقل فيها بسطها لأرجوب. طيب هبسطها لما حاجة تيجي تدخل على الاكاونت بتاعك على اي منصة ويقولك مثلا البرنامج ده او الجيم ده حتى لوج ان وز فيسبوك او لوج ان وز تويتر فدي بتبقى علاقة برمجية ما بين البرنامج اللي عاملوا البطور ده وما بين شركة تويتر. الحاجات دي متتعملش ببلاش. بيبقى فيه ترابطات وطفقات ما بينهم وهي نفس الطريقة اللي استخدم بيها هيلر كلينتون وترامب وتلعبوا بالرأي العام فضيحة كامبرج آناليتيكا دي كانت نفس القصة اللي استخدمت هذا التطبيق في انه جمع بيانات من المستخدمين على فيسبوك وفي الاخر بقت فضيحة للشركة بتاعت كامبرج آناليتيكا وقفلت وفلست. نفس الوضع كل المنصات دي على فكرة عندها وراء كده فيه ديزنس خلفي مش اللي حضرتك شايفه بس يعني فيه حاجات تانية كتير. فتويتر انا شايف ان هو مش قصة انه يستاهل قصة انه مؤثر. هو مؤثر بشكل كبير يعني حضرتك لو عندك منصة مؤثرة الناس مش تجي تعلان عليها هتجي تعلان عليها. الناس مش تجي تعمل معك بيزنس هتجي تعمل معك بيزنس. الناس مش تجي تعمل معك ترابوتات هتجي تعمل معك ترابوتات وحاك لك انت تخيل ان كل الاحداث السياسية على مستوى العالم كلها تويتر كان فعل فيها من اول الربية العربي لغاية أخيرهم أحداث البيت لابيت أحداث البيت لابيت وأوكرانيا كمان طبعا بس يعني البيت لابيت كانت أخير كان زعيم تويتر مغول كان زعيم تويتر مغول طيب خليني أروح إلى موضوع أخير وهو الرسائل اللي بتيجي لكثير من الناس أنا رئيس في أمازون مش عارف إيه إيه والوظيفة والدنيا ودي بقت ظاهرة هل ده قصر على الرسائل اللي بتيجي للعرب بس ولا أو للمصريين بس ولا ده موجود في العالم كله إيه الغرض منه إيه الهدف لا هو موجود في العالم كله عموما بس خلينا نفصص الموضوع شوية رسائل احتيال تمام هي مش رسائل حقيقية طبعا وأنا يعني هقفل بحتة في الجزء بتاع الاحتيال ده تحديدا فيما خص المجتمع المصري الرسالة ديت هي رسالة احتيالية الغرض منها أن هي ترغبك في أن أنت تضغط على اللينكات الموجودة هنا ديت يبدأ ياخد منك شوية معلومات يبدأ يطلب منك بعد كده طب الله يقصي الشغلانة دي عشان تقدم فيها محتاجة 200 دولار تدفعهم علشان إيه الابليكيشن فهاج تدفع 200 دولار بعد كده اللي عبعت لك الرسالة دي يعني تلبيتها عشوية يا دكتور اللي بتلبيتها عشوية لأن الداتا بتاعتنا أصلا في الشارع وده برضو يعني مشكلة من مشاكل برضو الاقتصاد الرقمي على فكرة يعني الاقتصاد الرقمي مش كله حاجة حلوة والتحول الرقمي مش كله حاجة حلوة والسيستم بتاع السنوات العامة ده مش كله حاجة حلوة فالبيانات بتاعتنا أغلبها في الشارع لو مش محمية عشان بس الكلام يبقى واضح يعني لو مش محمية كويس المعلومات بتاعتنا بتتصرب يعني لو شركة من الشركات اللي عندها الداتا دي خطورقة البنات بتقف الشارع واخد بال حضرتك وشركات كبيرة بتخترق مش احنا بس يعني حاجة عندك فيسبوك وشركات كبيرة اخترقت لو حاجة بصيت على شركات مصرية في فترة الاخيرة السنة اللي فاتت فيشك كبيرة جدا في مصر اخترقت ودات رأيتها في الشارع وحاجة لو مش مصدقني في موقع كده على انترنت اسمه هافاي بين باوند يعني هل دم اختراقي خش حضرتك كده وحط رقم تليفونك او حط ايميلك اتحداك لو مطلعش موجود لو بيستخدم الشركة دي او عندك علاقة معها مثلا فيسبوك او اي شركة مش شركات كبيرة ده تكون لها موجودة في الشارع فالناس دي طب يعني تليفوني انا موجود مع الراجل اللي باعت انا بغيرت توظيف امازون اه طبعا اه موجود طبعا عنده الاستا عنده داتا بيز فيها الارقام التليفونات وبيبعت لهذه الارقام بتاع ده الرسائل تمام اللي بيرد بقى بيتفاعل بيتفاعل ممش كل الناس بتتفاعل بس انا بقى يا اي حد يجي لرسالة زي دي المفروض ان هو يعمل لها بلوك يعني مفروض ان هو ما يتفاعلش معها لانه مش بالضرورة تبقى رسالة بس فلوس ان انا بس ان اضغط فاملى البيانات فيقول ليدفع مثلا مية ولا ادفع ميتين وبعد كده اختافي لا انت ممكن تضغط اصلا تلاح حسابك تسرق عادي جدا يعني مش لازم تكون نصب بس اه ممكن تكون سرق بس انا عملت ريبورت ده عليها وجاتك تاني اه تمام المصدر بيبعت مختلفة اه يعني بيبعتهم مصادر مختلفة علشان في الاول في الاخر ايه يعني يعدي من الحجب اللي الناس بتعملوا نيجي بقى الحاجة مهمة جدا هل ده موجود في مصر بس لا موجود في العالم كله ويمكن لكن ليه ليه عيدة علينا كلنا الرسالة دي ما هي بقى كانت كان حظنا دور مصر يعني في الفترة دي انه ابعت في الجزء بتاع مصر يعني لكن في امريكا موجودة ومحظرين منها من فترة كبيرة على فكرة الرسالة اللي احتيالية الخاصة بالتوظيف تحديدا خصوصا مع أزمة كورونا والناس بدأت تقعد في البيت والقصة دي وهل في مواطن عادي ممكن يصدق بشكل عشوائي كده انه مدير امازون بعيت له يعني عادي زي ما بصدق ان فيه مستريح ممكن يوظف له الفلوس ويرجع هلو بعد 15 يوم واخد بال حضرتك ويبيع الوراوله قدامه صحيح ده ممكن يقول العتب الغد الوقت ده بقى المجتمع بقى احنا ليه جنيل المجتمع هنا المصري انا مش عارف بجد يعني نفسي بتسائل هل المجتمع المصري وزي ما حاج بتقول كده انت مصدق ان فيه حد ممكن يديلك فلوس او ممكن يديله فلوس يرجع لك مكسب في خلال مثلا 15 يوم اكتر من اي مكسب ممكن تقابله في الحياة ولا حتى شهادة 18% اللي البنك بيديها بالوقت وانت بصدقه يعني هو بيتاجر في ايه يعني هو بيشتغل في ايه عشان يديك الفلوس دي فانت لازم تعقلها هو بيشعر في غفلتك اه بالزبط وجاهلك وطمعك اه بالزبط وكسلك بالزبط وممكن احنا اتكلمنا كتير في الموضوع ده على فكرة اممكن حتى في البرنامج ويمكن مع حضرتك انه يا جماعة مفيش حاجة بتعمل الفلوس دي وانت قاعد مرتاح هو مستريح انا اسف اللفظ يعني هو مستريح على حسابك يعني انت في الاول وفي الاخر بتديله فلوس انا انا مش بس مندهش من اللي دفعوله انا مندهش منه هو شخصيا اه لانه مستوى التعليمي والمعرفي وتكوينه الجسماني والعقلي لا يسمح لو اتقل ننصف على حد يعني ده مش وقه القلص نفكرني بمين بقى بمين رمضان كل عالي البحار اه صحيح ده بس موضوع بالزبط وشوف المستوى وشوف الناس اللي نصب عليهم ما هو في الاول وفي الاخر الناس دي شوف حاجة مستوى يعمل ازاي ومستوى الناس اللي بتنصب عليهم يعمل ازاي ما زال لحد هذه اللحظة مسادة انشي حد هياخد منه فلوس ويدهاله ومكسب ضعفين منين يعني مفيش حد كانش حد غلب يعني بس هو طول الوقت عايش على برضو استثمار الاموال الصغيرة يعني بمعنى استثمارات الصغيرة لراجل عشرين الف يعني ابنه بعثونه من ليبيا ولا من ايه فده اللي بيضي ده اللي بي يعني ده المؤذي اكتر ان الناس دي بيش صاحبة ملايين بتستثمر لا طبعا صاحبة ملايين مش هروا يستثمر معدها يعني بس فيقوله في الاخر هي فكرة الاحتيال موجودة وهتفضل موجودة وانا بقول لحضرتك طول ما الناس ما عنداش وعي وطول ما الناس مش مركزة هو الاقتصاد اصلا بيضار ازاي والناس بتكسب ازاي والمفروض ان انت تتعب عشان تاخد الفلوس ومش بضر يعني تتعب يعني تتعب بمعنى الحرف يعني لأ بس في مجهود بيت بيزل عشان تقدر توصل لإنكم معين او فلوس معين انت مش بتخيل ابدا انه ممكن الفلوس دي تدفعها ويجي لك ضعفها وانت قاعد كده مستريح مفيش حاجة اسمها كده في الحياة يعني مكانش حدغلب يعني وفي الاول وفي الاخر كل ما الازمات اللي اقتصادية هتزيد كل ما الناس دي هتزيد وكل ما الاحتيال ده يزيد وكل ما المشاكل دي هتزيد البائس بقى انه الناس هتستجيب ونسا فيه ناس هتستجيب بالضبط اكيد فيه ناس هتتنصم عليه طبعا اكيد طيب خلينا نروح للحماية ايه غير ان انا ارمي التليفون ده في النين احمي نفسي هو موجود معايا اه طيب بص حالك والتليفون ارمي في الدقيق لا يعني هو مش يترمي انت رايخ دي حل الامس انا رايي انا رايي انك تتعامل معايا انه حياتك كلها في الشارع على هذا التليفون انا مش ضد فكرة مش ضد فكرة التكنولوجيا بالعكس انه رايي بتاع التكنولوجيا بس لما تتعمل التكنولوجيا تعمل صح ولما استخدم التكنولوجيا زي ما حضرتك بتقول كده كتليفون مثلا لازم ابيعرف استخدمها ازاي وإيه اللي هي تستخدمني واخد بالحرك انا دلوقتي استخدمها ازاي بس تليفون دلوقتي اصبح حياة الناس تقريبا باعتين لبعض جوابات بيفتح مواقع بيعمل بيشتري حاجات بيدور على اماكن بيحجز سفر يعني كل حاجة حياته فيه حياته فيه ما هو ابوص حضرتك هيا فكرة في الاول في الاخر هنرجع تاني نلف حولين فكرة الاقتصاد الرقمية ده احد ما ساوه الادمان وفكرة التحكم والسيطرة هو اصلا لو مش قادر يتحكم فيك ويسيطر عليك انت مش هتدمن حاجة زي التليفون ده هو عايزك تدمنه اصلا عشان ده جزء من الاقتصاد الرقم اللي احنا بنتكلم فيه فده كابتاليزم كتيد طيب التليفون ده عمل فيه ايه بقى اتعامل معانه في الشارع بمعنى ايه في الشارع يعني زي بدل ما حاجة ترميل في النيل ما تحطش عليه كل حياتك الشخصية يعني الناس اللي بتحط صورة الشخصية على التليفون وصور ماينفعش تتحط على التليفون ويرجع يزعل بعد كده لما التليفون يضيع منه ولا يروح يوديه الاسم ايه مثلا اللي بيصلح التليفون فياخد الصور منه ويرجع يبتزه ما تحطش حياتك الخاصة اللي ممكن تخاف انها يعني تطلع للعلن على التليفون دي اول حاجة معلوماتك السرية وكلماتك كلمات المرور بتاعة المواقع او الحاجات اللي انت بتدخلها دي ما حطش على التليفون برضو رقم الفيزا وصورة الفيزا والحاجات الناس بتعملوا ده وكريدت كارد تحطوا على التليفون غلط يعني فيه حاجات ماينفعش تتعمل ما تجيش مثلا تعمل باسورد للتليفون او تسيبه من غير باسورد لا ماينفعش او مثلا تعمل باسورد للتليفون تاريخ ميلاد بنتك او تاريخ ميلادك او حاجة الناس عارفاها ماينفعش فيه حاجات كتير جدا محتاجين فيها وعي وانا هضم صوتي بقى لصوت حضرتك في الهاشتاج بتاع حضرتك عاوزة الوعي لازي يكون في وعي في النقطة دي ودي انا برضو هرجع تاني للسيستم وهرجع تاني لوزارة التربية والتعليم فين الوعي في ده في التربية علي هاكقول لي فيه انا ادي الواحد تابلت يخش بقى على الامتحان مش عارف يخش على الامتحان الدنيا بتقع السيستم بيقع وانا اصلا مش معرفه ايه الغلط وايه صحة في السيستم ده مافعش فين الوعي بقى في الحتة بتاعت التكنولوجيا مش مهودة فعشان كده بقول لحقك الجزء ان انا احمي نفس ازاي على التكنولوجيا ده محتاج وعي ومحتاج تعليم ومحتاج يدخل في مناهج التعليم انا اخشى ان اكتر ما نعانيه هو الاستخدام المتخلف للتكنولوجيا المتقدمة ما هو احنا دايما انا للأسف يعني واسفني انا اقول حقك الكلمة دية نحن دائما ما نبحث او ننقب في قمامة الانترنت في قمامة الانترنت للأسف الشديد بمعنى بمعنى انه طالما ما فيش بوصلة فانا دايما بتجه لاتجاهات الغلط طب ما فيش بوصلة يعني انا محدش قال لي والعلمني اتعامل مع الحاجة دي صح ازاي فانا بالزبط كده زي ما يكون موجود في بلد البلد دي ما فيش فيها مرور ما فيش فيها قواعد للمرور ما فيش فيها اي حاجة والناس كلها سائق عربات فراري فعاكم وتخيل اللي هيحصل اكيد هين موجودوا بعض فعاكم وتخيل طبعا لما يكون عندك مثلا سيستم والسيستم ده الناس بتستخدموا عشوائي واخد بالحضرتك والانترنت تدخل مصر بدون ما يبقى فيه تأهيل للمجتمع السيستم ده لما هيجي هنا والانترنت ده لما هيجي هنا اللي هيحصل طيب انا هزيد حاكم منها الشعر بايتنباب ونازل بنحام بتتكلم كمان على إيلون موسك لما الانترنت يبقى حضرتك بتلتقطه من الساتيلايت في اي مكان هتعمل ايه هتعمل ايه هنعمل المجتمع هيعمل ايه هيجنن هيجنن فاحنا دخلين على منعطف فعلا صعب جدا انا رأيي المتواضع انه بدل ما احنا عمين نصرف فلوس بس في حاجات في تابلت مش عارف ايه انا مش بعترض على فكرة بس في جزء المهم احنا غفلينه الوعي فيين الوعي في استخدام التكنولوجيا لان احنا هيحصل في هذه التكنولوجيا كوارث وهذه الكوارث جزء من امنق القومي ده احنا عندنا في الدستور مادة بتتكلم عن الفضاء الالكتروني المادة واحدة وزباتين بيقول لحضرتك ايه الفضاء الالكتروني جزء من منظومة الاقتصاد والامن القومي طيب ماشي فين بقى الوعي بالكلام ده وانا ادي لك سيستم وانا مش ايه لك ازاي تستخدم السيستم ده ده مشكلة معاشا كده يلجأ للحجب ويلجأ للمنع ويكايف ده حل وده مش هينفع وده مش هينفع لسبب لان دايما اولا الممنوع مرهوب ثانيا معاش ينفع حجب في قرن 21 خلاص واني يجيب الاور الصناعة بالزابط ثالثا انت بتتصنف بقى وده مشكلة تانية يعني حالك لما بص على تصنيفات او المؤشرات بتاعة التكنولوجيا على مستوى العالم بص مثلا على تصنيف حاجة زي الابداع مثلا في مصر تصنيف الابداع التكنولوجي بس السيستم وقصة برضو الله انا عايشين فيها دي بص على الابداع في التكنولوجيا في مصر المؤشر الابداع بتاع الاقتصاد العالمي تمام مصر تقريبا رقم 93 من 133 او 132 مؤشر الابداع وعلى فكرة مؤشر الابداع في 2014 لغاية 2022 عامل كتب فعلا اه كانوا حاج بجد بأمانة نتراجع ابداعيا نتراجع ابداعي في التكنولوجيا او بالزبط بالزبط فانا عمل اقول ان انا بعمل تحول رقمي او مش عارف ايه ايه ماشي تمام جميل جدا بس ما هو ده لازم ينعكس على الواقع ما ينفعش انها تبقى كلام وكلام رنان وانا انا عمل حاجة معانا في الشيئة لو كان طلع بالواقع كان ينعكس على الواقع اه بزيط اه اه ما هي دي المشكلة بدون ما يكون دارس فاهم عارف واقع بص سوزة ابراهيم صديق العزيز لازم يكون في في القصة الرقمية دي ما ينفعش فيها ما ينفعش فيها كلام وما ينفعش فيها نظريات غير قبل لتطبيق بالواقع بتكشف ليه لازم يكون في فيجن لازم يكون في رؤية الرؤية دي احولها لاستراتيجية والاستراتيجية دي اعمل لها خطط لتنفيذها واخد بالها وعشان اعمل استراتيجية وفيجن لازم اكون نازل على الواقع زي هو حاجة بتقول لازم انزل الواقع اشوفه مشاكله صحيح اهو ايه المشاكل اللي موجودة مثلا عند الناس اللي انا هعمل لها السيستم ده واخد بالحاك لما انزلت البرنامج ده با 4 و 40 مليار يا جماعة يعني موضوع ارقام فوق خيال اي تصور فاذا الموضوع يعني ثاري جدا ومدير الارباح هائلة ومحقق لطروات جبارة ما ينفعش التعامل بقى بالطريقة اللي فيها يعني فردة صدر دي وغلاء على توجيهات وطبقا لتعليمات مش هامل حق خالص انا مش هامل حق خالص بص يا فرندم انا زيان بقول لحضرتك كده التكنولوجيا حجم الاثنين يا تستخدمها يا تستخدمك صحيح فتعلم ازاي تستخدمها صحيح ما تسيبش نفسك وهي تستخدمك حتى لو انت قادر ان انت تتعامل معها بفكرة المنع والحجب ومش عارف ايه القصد لو قادر يعني هتستخدمك برضه برضه يبقى ان انت في الاول في الاخر فيه ناس يعني اكبر هم اللي مسيطرين على زي التكنولوجيا فهو دخلك دخلك من كل اتجاهات فتعلم ازاي اتعامل معاه تعلم ازاي اعيش معاه اول مياه في النيل اول مياه في النيل ازبط كده اشكرا جدا دكتور محمد الجندي اشكراك للغاية شكرا اشكركم والتقي بكم الاربعاء القادم بإذن الله اما الغد فموعدكم مع استاذ خيري رمضان مش كده يا جماعة استاذ خيري رمضان استاذ خيري رمضان متقلقا كعدتو من الغد بإذن الله اما الاحد والاثنين فنجم النجمة كريمة عوضت تضم الى النجم خيري رمضان اما الثلاثاء فخيري احنا بينا وضحين كده في الترتيب ولا لا لكن عمون لكن حاسبكم للمفاجأات بقى يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته